احنا بنتكلم بقالنا تريباً خمس ستة شهور عن الوصاية وكل مرة بنشوف معنى جديد للوصية او معنى العميق او المعنى فعلاً اللي ربنا عايز يوصله لنا او على الالجزء منه في الوصاية او وصية ورا وصية اكيد مش هتكلم ذاتي على كل الخمس وصية الاولى زي ما انتوا شايفين مثلاً او الوصية اتكلمنا فيها بكل بساطة وقلنا ان ربنا عايز يجعلنا احرار من الاليهة الاخرى ومش عشان يجعلنا عبد ليه هو ففي الوصية التانية شفنا عايز يجعلنا احرار من الاليهة علشان نبتدي نتعلم نحب حابب كل مرة اركز عن نقطة دي يا شباب محدش يقدر يحب الا لو كان حر لان العبد يخدم لكن ما يحبش العبد يؤمر وينفذ لكن ما يحبش بس الانسان الحر هو اللي عنده المقدرة انه يحب علشان كده الله قبل ما بيدينا وصيته احبب قريبك بيحررنا لان بس اللي حر هو اللي يقدر يحب شفنا بعد كده في الوصية التالتة ان الله بيبتدي يدينا علشان نقدر نواصل مسيرة الحب دي في حياتنا بيدينا عنيه بيدينا فكرو لان عناية وفكري بيخلوني اشوف الواقع بطريقة معينة اشوف ابوي بطريقة معينة اشوف اهلي اشوف تاريخي اشوف جوازي او عدم جوازي اشوف نجاحي او فشلي بطريقة معينة لكن لو عندي عين الله انا اشوف حياتي واشوف الاخرين بعيون الله نفسها شفنا بعد كده الوصية الرابعة اللي بتكلمنا وبتقول لنا احبب اكرم اباك وامك وشفنا المعنى الاعمق ده اتعلم انك تكون ابن ابن لوالديك وشفنا قد ايه اوقات كتيرة اتمنى لو تقدروا تشوفوا شوية الحاجات دي بعد كده اوقات كتيرة احنا لاهالينا بنتحول في مرحلة معينة في حياتنا الى اهالي يعني ايه يعني الابوية بكون انا عايز اقوم بدور الاب بلي يعني ايه الاب بلي يعني ابتدى اقول المفروض يعمل ايه والمش المفروض يعمل ايه او اكون عبد يعني ايه عبد يعني يكفي اني مرتبط باهلي بطريقة عاطفية مريضة بتجعلني ابدا مكون حر الوصية الرابعة انا في رأيي دي الوصية اللي بتربط السماء بالارض بعد علاقتنا بالله بنبتدي نتكلم على الاخر والوصية دي بتنزلنا عن طريق مين الاهل فالوصية كانت بتقول لنا اتعلم تكون ابن مش قبل ابوك مش ام لامك ومش عبد ليهم اكرم شفنا معناها يعني اديهم الوزن الحقيقي الوزن الحقيقي ليهم في الوصية الخامسة اتعلمنا بعد كده او سمعنا ان قلب الوصية لا تقتل فاكرين قلب الوصية اني اتصالح مع ذاتي غريبة ده الوصية بتقول لي لا تقتل يعني ما ازيش اللي قدامي يعني ما نزعش منه الحياة لا تقتل يعني لا تنزع الحياة بالقصد طب ازاي يعني يعني اعلقتها لان اتصالح مع نفسي لان شفنا اول خطية قتل حصلت في التاريخ قائن وهبيل وقائن بيقتل هبيل لسبب واحد لانه ما كانش متصالح مع ذاته مع ضعفه ما قبلش ان الله بيقبل تقدمة هبيل وما قبلش تقدمته الشخص اللي مش متصالح مع ذاته ما عندوش حل غير انه ينسك سيف ويقتل يتاريق يستلم الاشخاص يعمل نميمة عليهم ما عندناش حل تاني علشان ما واجهش نفسي لازم اقتل حد قدامي الوصية كان قلبها بيقولك اتصالح اتصالح النهاردة مع نفسك الرب عملك بطريقة جميلة مهما كنت انت بعندك رؤية على نفسك ايه هي لكن انت في عين الله شيء غالي جدا جدا والله عايز معاك يعمل شيء كبير ملخص بسيط مش حاضر ابدا او في يعني الموضوع حقه لكن النهاردة عايز اعمل خطوة قدام شوية وعاوز اتكلم معاكم على الوصية السادسة الوصية السادسة اللي بتقول لا تزني كلنا عارفينها طبعا لا تزني حقيقة انا عندي صعوبتين في الوصية لا عندي كذا نقطة بس اكيد مش حقدر اتكلم على كل الحاجات زي ما بقول لكم كل مرة يا شباب انا بس كل اللي اتمنى ان الروح الكدس يلمس قلبك ويخليك على الاقل تبتدي تعجب بكلمة الله انا ما عنديش هدف خالص اني اشرح لكم وافصر وعمل احاديث لهوتية كبيرة مش انا اللي اعمل ده ما بعرفش اعمله لكن اللي اتمنى ان ربنا النهاردة يدهوني برغم خطيايا وبرغم ضعفاتي الكتيرة اني اقدر المس والروح الكدس يسبت كلمة في قلبك لا تزني عندي كذا سؤال في الوصية دي من صغري بفتكر من سن صغير جدا جدا كنت بسأل نفسي يعني ايه الكلمة دي لا تزني يعني ايه لا تزني وليه ليه اوقات كتيرة الحاجات الحلوة او الممتعة على طول بنلاقيها ممنوعة ودائما كان عندي تساؤلات كتيرة بهذا الامر تعالوا نحاول مش نجاوب لكن تعالوا نحاول نشوف الكلمة دي ايه معناها اولا يعني ايه لا تزني علشان اقدر اجاوب على السؤال ده لو اعرف اجاوب لازم اقرلكم قطعة من الانجيل وهو انجيل القديس متى الاسحاح الخامس من ايا 27 اليسوع المسيح فيه بيكلمنا عن الزنا في يسوع بيقول ايه للناس سمعتم الصوت لصواضح سمعتم انه قيل لكم لا تزني اما انا فاقول لكم من نظر الى امرأة ليشتهيها زن بها في قلب يسوع بيفصر لنا الزنا ايه هو الزنا يا شباب او قد كتيرة احنا بنقف عند الزنا على تصرفات جسدية يعني الزنا هو اقامة علاقة خارج الزواج مع شخص اخر هو ده الزنا اللي احنا بنفهمه وده حقيقي لكن يسوع المسيح عاوز يدينا يعني ايه كلمة زنا اصلا وبيكبرها وبيعظمها وبيديها المعنى الاعمق وبيقول لا تزني بالنسبة لنا احنا مش معناه انك انت فقط ما تدخلش في علاقة جسدية مع اخر خارج اطار الزواج ولكن بيديها معنى بيفصرها اكتر وبيقول كل ما النظر الى امرأة لغاية كده ليشتهيها زنا اذا الزنا بالنسبة ليسوع مش تصرف جسدي فقط لكن الزنا بالنسبة ليسوع في الكلمة دي في الفعل ده في الفرب ده يشتهي اه يعني ايه زنا يعني يشتهي عارفين بيأثر فيها انا وبحضر الوصايا دي انتو عارفين فيه وصية هتيجي بعد كده اسمها ايه لا تسرق صحي كده ولا الغريبة ان بعد كده فيه وصية تانية شبهها بالزبط لكن مش حقيقة انها شبهها بالزبط اللي هي بتقول ايه لا تشتهي بيت واموال قريبك اذا فيه حاجة اسمها سرقة وفيه حاجة اسمها اشتهي لما بشتهي امرأة انا كده بعمل ايه بزني طب يعني ايه كلمة اشتهي كلمة يشتهي في الكتاب المقدس عميقة جدا جدا ليها معاني انتو عارفين عند العبرانيين مفيش كلمات كتيرة مش زي اللغة العربية في ملايين ملايين الكلمات كلمات قليلة فنفس الكلمة بتستخدم بكذا معنى حسب الاطار يعني مثلا كلمة عين حتى في العربي دي مثلا كلمة عين هي العين صحي كده لكن كمان هي مصدر المية هي نبعة للمية كلمة مية لها الف معنى وهكذا تشتهي يعني ايه تشتهي هنا في قلب للوصية شوية اتمنى ربنا يدينا النعمة اللي نفتحه ونبتدي نشوف جمال الوصية دي لا تزني يعني لا تشتهي في قلبك يعني ايه اشتهي يعني ما استخدمش حاجة من اجل زيتي لا تشتهي يعني اني ما استخدمكش انت من اجل شيء يخصني انا لا تزني يعني ايه يعني ما ينفعش تدخل وتعمل علاقة تدخل في علاقة وتعمل علاقة مع واحدة او انت مع واحد وللأسف كمان واحد مع واحد دلوقتي بنسمع كتير ما ينفعش تعمل علاقة بس علشان تستخدم الاخر من اجل زيتك هو ده الاشتهاء عشان كده يسوع بيفصلها حتى بعيد عن التصرف الجسدي لان انا ممكن استخدمك في عقلي ممكن استغلك جوايا بدون ما اعمل لك اي تصرف ويسوع بيقول لنا لما بيفصل الاية دي زنا يعني لا تشتهي يعني لا تستخدم طيب لا تستخدم الاخر طيب يعني ايه برضو من غاية كده برضو الدنيا مش واضحة لا تزني لا تزني لا تشتهي لا تستخدم الاخر طيب امتى ما اقدرش امتى اقدر ما استخدمش الاخر بدل ما نقعد نتكلم لا 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 تعالى نقول نعمل ايه عشان ما اقعش في الزنا ده عشان ما استخدمش الاخر إني ما استخدمكش ما قداميش غير إني أحبك علشان ما استخدمكش ما ينفعش إلا إني أحبك لإن إيه الحب يا شباب أنا يؤسفني إن الحب أصبح مستهلك دلوقتي الحب وصل لمرحلة إنه رسالة وقلب ولف وقلب مكسور وميز دي كول وشاتينج والحب فعلا فعلا سطحنا الحب بقى اهتمام هيقول لك كده الاهتمام ما بيطلبش الكلمة دي اللي بسمحها في كل حتة الحب نزلنا منه لدرجة إن خلناه هو الشيء اللي إنت تعمله عشان تريحني عشان تبسطني عشان أحس إني إن أنا مقدر منك الحب نزل وفقدنا بعد الحب الحقيقي زي ما مرسومة هنا على اللوحة على الشعار الحب هو اللي يسوع المسيح أظهر هلنا يا شباب حتى حبكم لبعض حتى الناس اللي بتفكر تخطب اللي بتفكر تتجوز اللي مرتبطة الحب بتاعك ما هو إلا إنعكاس لهذا الحب إيه هو الحب ده؟ حب يسوع المسيح ليك وليا لكن إيه الحب ده؟ الحب ده مش لما أكون أنا كويس بس المسيح بيحبني بالعكس وقد أحبنا الله ونحن خطاه الحب بيستمر حتى لما الآخر بيجي أقل الحب بيستمر أو بيبدأ اسمعوا الكلمة دي يا شباب الحب بيبدأ لما اللي قدامك ما يقدرش يديك اهتمام بس هنا نقدر نكتشف لو في حب ولا مفيش المشكلة إن هذا الحب أو مش المشكلة العمق إن هذا الحب ما نقدرش نحققه إلا في علاقة زواج إلا في علاقة أبدية لغاية الموت الحب الحقيقي ده ما يقدرش يظهر إلا لما أنا أقولك أنا ليك ومعاك وموجود في كل وقت في مرض في صحة في شباب في عجز في إخلاصك في خيانتك عشان كده جوازنا الكاسوليكي لا ينفصل بالزنة اسمعوا كويس أرجوكم لأن حتى لو في خطية في الزواج هذا الحب قادر إنه يرجع الأزواج يغسلهم ينقيهم ده لو في بيئة مسيحية سليمة لو في جماعة كنيسية كنيسة جماعة مسيحية بتستقبل بيأثر فيها كلام قدست البابا فرانسيس لما بيتكلم عن بطرس وبيقول ما بشاعة خطية بطرس ياريتو كان زانا ياريتو كان عمل أي حاجة بطرس عمل خطية أكثر رهابة أكثر ثقل بطرس أنكر المسيح كاملة اللي بيزني يمكن بيقع في خطية شهوة خطية لكن بطرس عمل ما لا يعمل بطرس أنكر تماما المسيح لكنك مني كان في جماعة مسيحية كنيسة بيئة صحية وفي عمل الروح الكدس قدرت تجعل من بطرس القديس بطرس عشان في كنيسة قادرة تستقبل الخاطي وتعيد إنتاجه وتعيد ولدته من جديد فجعلت من بطرس القديس بطرس كده الزواج المسيح يا أولاد اللي قادر يعيد ويخلق من جديد حب دايما مستمر عرس قانة جليل اللي الفرح فيه بيخلص واللي الخمر فيه بيخلص والمسيح بحبه بيحول المية إلى خمر علشان كده الزواج الكاسوليكي ما بينتهيش حتى بالزنا لأن الحب اللي أنا وانتي اتفقنا عليه هذا الحب الله أخده وإداله من كيانه وجعله قادر إن لما جوزك يجي أقل انتي عندك القدرة تخلقيه من جديد علشان كده أي علاقة أي علاقة جسدية خارج هذا الإطار هو زنا لأنه ما بيعبرش عن الحب يعني إيه لا أشتهي نرجع تاني للنقطة دي يعني إيه لا أشتهي يعني ما استخدمش الآخر طب إمتى ما قدرش ما استخدمكش أو السؤال أحسن إمتى ما باستخدمكش لما حاجة واحدة لما أحبك بس الحب بيتطلب أمانة وإخلاص للأبد حتى الموت ده مش في الصحوبية يا أولاد ده مش في التثبيت ده مش لو بتعمل علاقة عشان بتفكر تخطب ونجرب سوا بقى لك 15 سنة بتجرب الحب ده ما بيظهرش إلا لما يكون في أمانة وإخلاص يعني في زواج فكنت بقول ما ينفعش ده ما ينفعش ده حتى في علاقة الخطوبة لأن في علاقة الخطوبة أنت من حقك أنك تتركي خطيبك لو شفتي حاجات مش مريحاكي ده حق إليك علشان كده ما ينفعش يكون في علاقة هناك مش عشان حرام وعشان الكنيسة الكاسوليكية معقداها وعشان أبونا معقد وعلشان 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 علشان أنت حنعرف ليه الوصية دي موجودة الحمدلات بنفهم معناها وفي الآخر حختم وقول ليه موجودة إذن لا تزني يعني ما ينفعش تدخل في علاقة بتستخدم فيها الآخر طب عشان ما استخدمش الآخر لازم أحبه عشان أحبه لازم أقدر أديله كل كياني وللأبد وبدون رجوع ده ينفع في الخطوبة الخطوبة لسه بنجرب ينفع في الصحبية ينفع مع حد لسه بتتعرف عليه في أول شهرين ثلاثة وبتجرب أكيد ده ما ينفعش هناك ما نقدرش نتكلم على حب هنتكلم على حب عارفين إمتى بعد الجواز بعشرة خمستاشر سنة ساعت هقولك لو كنت حبيت ولا لأ صدقوني في الكلمة دي نتكلم بس عن الحب بعد فترة اختبرت فيها إن اللي قدامك مش قادر يحبك وإنت بدون مجهود عندك نعمة خاصة بتخليك تكمل تحبه هنا نقدر نتكلم عن الحب لا تزني لا تستخدم لا تشتهي لا تستخدم يعني حب وشفنا إن الحب محتاج إطار معين فقط الزواج لا تستخدم طيب ليه الوصية دي موجودة فهمناها ليه الوصية دي موجودة تسمحوا لأقول لكم تلات أسباب صغيرين لا تزني لا تستخدم الآخر حب الآخر لأنه كل مرة أنت بتزني فيها بالمفهوم اللي قلناه دلوقتي أنت بتحطم اللي قدامك أنت بتحطم اللي قدامك يمكن مبسوطة شوية أعذروني لوضاحة الألفاظ حتى لو بنسجل وحيتزع مباشر بسمهم من أهم عندي أن نكون واضح وصريح معاكم بالذات في الوصية دي لأنها بتلمس كيان الإنسان بطريقة غير معقولة يا أولاد إحنا تخلقنا راجل أو ست يعني الجنس جزء لا يتجزأ من كياننا الجنس شيء مش أساسي أكتر من أساسي في طبيعتنا البشرية يسوع المسيح دلوقتي على يمين الآب رجل لجنس رجل مريم العزراء في حضن السلوس امرأة الجنس شيء مستمر فينا حتى بعد الموت إحنا كياننا راجل أو ست فإذن مهم نقول الأمور بوضوح كل مرة بتزني فيها أنت بتستخدم الآخر أنت بتحطمه وبتحطم كيانه وبتنزل من معناه وقيمته قدام نفسه وقدام حياته صدقوني في الكلمة دي يا شباب بتكلم مع الشباب كتير جدا جدا وبعرف خبرات في بداية العلاقة الكلام ده ما بيتصدقش بعد ما العلاقة تنتهي وتكون مرة عليها أربع خمس سنين ويكون حصل فيها علاقات كتيرة على مدى المستويات مش مهم ما أصدق إيه هناك بنكتشف اللي أنت حطمت العلاقة دي بإيدك وأنك ممكن يكون في حاجة حلوة هناك ليه ما استمرتش لأنك أنت بوضتها طب ليه ربنا بيسمح لي أن أبوزها ربنا ما بيسمحش أنك تبوزها ربنا هو بيقولك لا تستخدم الآخر بس لو أنا جيت استخدمتك أنت حطبوز مني مش ربنا اللي سامح بدا أنا اللي ما سمعتش كلام ربنا إذن لا تستخدم الآخر لا تزني معناها أو ليه؟ علشان ما تحطمش اللي قدامك لو أنت بتحب البنت اللي معاك احترم جسدها صدقيني لو ما احترمش جسدك حطي علامة استفهام كبيرة على حبه وإن كان بيقول أن دي علامة حب علامة اعتمادية اعتمادية أولاد الإنسان بطبيعته بيحب يعمل الحاجة اللي تريحه يعني أنا مثلا بقف دي أكتر وقفة بتريحني أكون عامل رجلي كده تلقائي أول ما بقف بعمل كده تلقائي كمان في العلاقات لو أنا بتدى يكون عندي متعة فحاجة تلقائي حروح لها حتى لو مش بحبها حتى لو في العمكة أنا مش عايزها بس بتسبب لي متعة هعملها وأكبر دليل على ده أن بعد كده ما فيش رغبة في الاستمرار إلا لما يرجع الشعور ده تاني أن عايز أرجع أستخدم ده تاني ما ندرش نتكلم على الحب هناك بحب البنت دي ولا لأ هسألك سؤال بتحترمها لو بتحترمها يبقى 99% أنت في علاقة حب صح لو مش بتحترم جسدها وهي مش بتحترم جسدك يبقى أنا مش عارف أنا قلت مش عارف ما قلتش أه وما قلتش لأ لأنني مش عارف أميز أميز زي اللي بينكم ده حب ولا اعتمادية أنت تميز إزاي أنك مدمن ما عرفش إيه الحاجات اللي بتحبوها دلوقتي التليفون أنك مدمن التليفون ولا بتحبه وتستخدمه صح لازم أشيله عنك أسبوع لو قدرت تتبعد عنه أسبوع يبقى رجحه لك طول العمر يبقى أنت قادر تنفصل عنه ما فيش لأعتمادية لا تزني ليه؟ عشان ما تستخدمش الآخر عشان ما تبوزهوش لأن الآخر معمول عشان يتحب منك مش عشان يستخدم منك لأن الآخر معمول مخلوق علشان معاك تدخله في مشروع لا الله بيكمل يبني بيه مشروعه الخلاصي مش لمشروع علشان هيصلنا نص ساعة أو ننبسط لشوية لأن الآخر مخلوق علشان أنا وهو ندخل في مشروع الله اللي رسمه لكل واحد فيكم يا أولاد لكن مش بس لا تزني عشان ما استخدمش الآخر لأن فيه كمان صور تاني للاستخدام استخدام جسدك أنت نفسه أيوة حتى جسدك أنت نفسه ممكن تستخدمه بحاجات كتيرة إزاي ممكن ما استخدم جسدي لما أبتدي أستعملني علشان أمتعني بدون أي معنى للحب فين الحب هناك ده ولا حتى الحب لذاتك لأنك أنت بتدمر ذاتك بالأفعال دي إزاي ليه لأنك أنت معمول أنت عارف أقول لكم إيه زي الكمبيوتر ده معمول عشان يتحط له برنامج فيشتغل لكن لو جيت أنا تربط من الكمبيوتر ده دلوقتي إنه يعمل لي القهوة وحطط له مية سخنة جواه هيحصل له إيه هيتفرقع هيتحرق كده أنت كده أنت كل مرة بتستخدم ذاتك من أجلك بتتحرق مش ملاحظ أنك ما بقيتش قادر تقعد مع البني أدنين أكتر من ربع ساعة مش ملاحظ أنك ما بقيتش قادر تقعد تبص في عين حد أنت وبتتكلم مش ملاحظ أنك دايما مش مبسوط عايزين إيه أكتر دلالة عن كده أنا بعرفكم ولو كنت مش بعرفكم باين في عينيك إنك مش سعيدة بيبان لما واحد عنده طاقة حب لما واحد مليان وواحد استخدم نفسه واتفى اتفى عندنا شباب بقوا أعجز من نفس 80 سنة من كتر ما استخدموا نفسهم ما استخدموا جسدهم لأن كل مرة باستخدم جسدي أنا بحطم كياني اللي جوه وبترجع عشان يا أولاد كلنا مرنا بالخبرات وإنتوا عارفين الخبرات دي كويس مش محتاجة أثبتها لكم لا تزني يعني لا تستخدم الآخر لا تزني يعني لا أستخدم نفسي ما حطمش الآخر وما حطمش نفسي لا تزني يعني وكده بختم لا تزني يعني قدر النعمة الكنز ده اللي موجود جواك زي ما بقولك قديس بولس كنز فقانية خزافية قدر هذا الكنز ايه هذا الكنز الطاقة الجسدية اللي عندك الرغبة رغبة الحب وإنك تتحد مع حد الطاقة دي اللي جواك قدرها وإديها معناها ما تستخدمهاش لكن اديها معناها عارفين يا شباب 99% من شبابنا أو من شباب العالم كلهم أول مشكلة عندهم بعض الأب والأم طبعا أول مشكلة عارفين إيه هي جسده البنات متعقدة من جسمها ومن شكلها ادوني بنت حبة نفسها إلا لو كانت عملت عمليات تجميل فمتوقعة معناها وحشة أكتر اللي هي وصلت للصورة اللي هي عايزها في بالها لكن غير كده ادوني واحدة بتبص لنفسها في المراية مش بنرجسية ولكن بتقول ربنا عمل كل شيء حلو طبعاً لأن الجسد أنا باستخدمه يعني باستخدمه يعني مش بس استخدمه للمتعة في حاجة أعمق استخدمه علشان أجذب اهتمام الآخرين شايفين اللبس اللبس عدم اللائق يعني إيه ده زنا حاولي المتعصد اللبس عدم اللائق ده زنا نخش بقى إيه اللي زنا وإيه اللي مش زنا مش أنا اللي أعمل للحوار ده لكن أنا أقول لكم يعني إيه لبس غير لائق يعني حد فضي من جوه للدرجات دي فمحتاج حد يقوله أو حد يبصله أو حد يقولك إنك حلوة أو إنك أمورة النهار ده جسدك حلو أو يبصلك اهتمام أو إعجاب لو محتاج ده النهار ده اعرف إن الفراغ جوه كبر قوي قوي علشان كده الجسد هي وسيلة لجذب الاهتمام الجسد هي وسيلة للسيطرة بتسمعوا عن قصص العظماء السياسيين أغلبيتهم لما وقعوا كان فيهم وراهم إيه واحدة إمرأة عارفت تسيطر عليهم لأن الجسد ممكن كمان بيه بنسيطر إذن مع الجسد شيء كبير جدا جدا جوانا طاقة رهيبة الطاقة دي معمولة إيه بيأثر فيها واحدة مش حلوة خالص أنا آسف إن بقول اللفظ ده معني مش محبش أستعمله بس مش إن كل حلو في الآخر بس دي فعلا لما تشوف شكلها بشريا عادية جدا وأقل من العادي عارفين مين؟ الأم تريزا الأم تريزا فعلا كده هو الشكل ما أعتقدش اللي هو الجميل بالمقييس البشرية لكن الست دي عرفت بجسدها ده تجذب كل العالم لها وتحب العالم كله أيوة لأن استخدمت طاقتها دي جسدها مش لنفسها ومش عشان تبوز الآخر لكن عشان تحب بيه دلوقت الأم تريزا أصبحت قديسة مع أنها مش جميلة حسب المقييس البشرية بتاعتنا لكن الأجمل يسوع المسيح نفسه على الصليب إنسان مشوه مضمر لا جمالة له لا جمالة له بيقول سفر أشاعية وبيجذب إليه الجميع ليه لأنه بيحب هي دي العفة يا أولاد العفة إيه إنك تحب إنك تحب عندكم الطاقة دي عندكم الطاقة دي لا تزني مش بس معناها ما تعملش حاجة لا تزني يعني معناها اعمل حاجة اعمل حاجة تحب بيها الآخر اطلع من ذاتك وابتدي فكر في الآخر قوم واخدم حد قوم وإدي حياتك من أجل شيء قوم من على السرير اللي بتقعد عليه للساعة واحدة واثنين الضهر قوم من على اللاب توب ولا على الموبايل اللي للساعة خمسة كل يوم قوم من على القافية قوم من على القهوة قوم من شرب الحاجات اللي بتشربها قوموا بتدي اعمل حياة لا تزني يعني حب لا تزني يعني ادي نفسك لا تزني يعني طاقة الطاقة دي ما تضيعهاش ما تضيعهاش في دقيقة ولا ديئتين ولا عشرة في علاقة ميتة في علاقة بتفرغك أكتر مما كنت لا تزني يعني ادي حياة لا تزني يعني حب لا تزني يعني اقول كلمة كبيرة مع ان انا بنصور اتمنى ما يقولوش اللي انا بهرتك فيها لا تزني يعني خليك مش ابن لله خليك الله الله ذاته لان الله العفيف الله اللي بيحب بدون ما بيستخدم حد الله احباني وما استخدمنيش ابدا الله بيحب ذاته وما استخدمش ذاته ابدا الله من حبه انا وانت النهاردة موجودين لان في حد حبك بعفة في حد حب بعفة عشان كده انا وانت النهاردة موجودين لا تزني يعني حب وحب بكل طقتك مش لا تزني يعني بس معناها امسك نفسي وحاول واعمل كده وما بصش لحد وبقى انسان معقد لا تزني يعني ارفع راسك حب اللي حواليك ادخل في علاقة سليمة مع اللي حواليك مع صاحبتك على انها صاحبتك مع خطبتك على انها خطبتك مع امراتك على انها امراتك لا تزني كن مثل الله وللرب له المجد بسم الاب والاب والروح الكدس الاله الواحد امين شباب مقتنع جدا 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 ان الكلام ده مش صحي صدقوني ولا علي ولا عليكم صدقوني ولا حتى على المتزوجين كتير مش عايز اطول خلاص كتير بيفتكروا ان الشهوة والزنة حينتهي لما الواحد يتجوز هو اهم مش العلاقة الجسدية اللي بتشفي القلب من الشهوة مش العلاقة الجسدية خالص خالص اكمنه مش سهل احنا محتاجين لحاجة خاصة هنا محتاجين لنعمة لاننا وانت ما نقدرش ما نعملش ده عشان كده دلوقتي في لحظة صمت وبعدها يسوع المسيح بشخصه جاي وسطكم يديكم البركة في زياحة الاربان ده بصوله بصوله ما تبصوش في الارض بصوا للمسيح لما يدخل دلوقتي وسطكم واطلبوا مني ده يا رب اجعلني شخص يعرف يحب شخص ما يزنيش اشتركوا في القناة